اشتركوا في القناة ان توصله اوصل يمكن وجدت انسان مقروب فرج عنه فرج عنه وجدت انسان يحتاج منك ان تبتسم في وجهه ابتسم وجدت انسان تستطيع ان تشفع له اشفع ركعتين في الضوحة لا تحسب انها هينة زبيدة زوجة هارون الرشيد صنعت مشروع عظيم مشروع عظيم جدا اسقط الحجيج في ميناء ميناء ما كان فيها سقيا فعملت لهم عين طويلة لكي يسقى الحجيج سميت عين عين زبيدة معروفة بالتاريخ عين زبيدة ماتت زبيدة قلية زبيدة رحمه الله في المناء فقيل لها ما فعل الله بك قالت غفر لي غفر لي فقيل لها بالعين التي عملتيها قالت لا والله العين وما العين انما بركعتين في جوف الليل كنت احافظ عليها شفت حاجة ما تتوقع ركعتين في جوف الليل احد احد الدعاء رؤية في المنام وهو دائية ومعروف فقيل له ما فعل الله بك فضحك قال فوق 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 هكذا قيل بدعوتك قال دعوتي انما بريالات تصدقت بها ماتت سبحان الله ما تعرف يا اخي لا تحقر من المعروف شي افعل كل المعروف كل وقت كل وقت تعرف فيه معروف يعمل اعمل ما تخسر شي فانك لا تعلم ما هو العمل الذي سيغفر لك به يمكن ما ندري يمكن ربنا غفور ولا ما هو غفور شكور ولا ما هو شكور اسأل الله ان يدخلنا بهذا المجلس الجنة اسأل الله ان يدخلنا بهذا المجلس بالذات بفضله وكرمه وشكره الجنة اسأل الله ان يشكرنا على هذا المجلس اسأل الله ان يشكرنا ويبارك لنا ويصلح لنا باقي ايامنا اسأل الله ان يثبتنا على السنة ويحببنا في السنة ويعيننا على نشر السنة ويرزقنا العمل بالعلم قلوا امين اللهم انا نشكرك ان فقهتنا في اسمائك فزدنا فقها وعلما وعملا يا رب العالمين وصلوا على نبيكم عليه الصلاة والسلام اشتركوا في القناة